اشهد معالي الفريق طبيب الدكتور الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 بجهود مركز الوثائق التاريخية بمركز عيسى الثقافي في تأصيل عراقة البحرين ومنجزاتها خصوصا في توثيق تاريخ مسيرة القطاع الصحي جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في محاضرة قراءة في تاريخ مكافحة الأوبئة في البحرين التي نظمها مركز عيسى الثقافي عن بعد وقدمها الطبيب والباحث المتخصص في التاريخ الصحي محمد أحمد جوهر بحضور أكثر من مئة مشارك وقال معاليه بأن التاريخ يعد مرتكزا أساسيا يعد مرتكزا للمضي قدما في إدارة الحاضر والتخطيط لمستقبل المجتمعات كما إنه عنصر جوهري في حل الأزمات وتخطي العقبات بمجمل أشكالها مؤكدا بأن البحرين أثبتت قدرتها العالية وكفاءتها في إدارة ومكافحة فيروس كورونا المستجد بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من جانبه دعا سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المختصين والباحثين في مختلف مجالاتهم المهنية والمعرفية من شباب وشابات المملكة السعي نحو توثيق تاريخ وإنجازات المملكة في كافة الأصعدة وأضاف سعادته بأن البحرين سباقة دائما في تقدمها وكانت ممارساتها في توفير الرعاية الصحية ومكافحة الأوبئة خلال فترات مبكرة من القرن الماضي هي القاعدة الملهمة التي تسند عليها نجاحات المملكة في جهودها الحالية للتصدي لجائحة كورونا وقد استعرض المحاضر الدكتور محمد جوهر جهود البحرين في مكافحة الأوبئة والأمراض خلال تاريخها الحديث منذ تأسيس الدولة الحديثة في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وصولا إلى عهد جلالة الملكة المفدة حيث قدم عرضا حول وثائق ومراسلات يعود عمرها لأكثر من مئة عام ترجمة نانسي قنقر